الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن يقاف صرف معاش تكافل وكرامة لحين التحويل لكروت ميزة أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مات دولته بعض المواكع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن يقاف بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة لحين تحويلها لكارت ميزة لا أساس لها من الصحة كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر له يوم الجمعة بأنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لحين تحويلها لكروت ميزة مشددة على أن استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف موضحة أن عملية تحويل البطاقات لكروت ميزة ستتم على مراحل مختلفة بحيث يستمر سوريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي لحين استلام كارت ميزة وتنشيطها للصرف وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالي وفي سياق متصل فإن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة يهدف هذا إلى توفير مميزات متعددة للعميل من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإداع إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطن أي تكلفة مادية ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنصيق مع بنك مصر والبنك المركزي كما يناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتدي مواقع التواصل الإجتماعية بتحر الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إصارة القلق بين المواطنين وفي حالة وجود أي سفسارات أو شكاوي يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة إذ أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد موسيقى موسيقى